هلو دير فرينز اعزائي اتصل في التلاتة اعادة بنحقيكم نراحب بكم في حالة جديدة من رميج اللغة الانجليزية هنعيش مع بعض النهاردة يونت سيفن هنكمل منهج بتاعنا احنا كده بقيلنا كمان يونت ايت يونت سيفن انتايتلد او لباوت سبورت العنوان او لباوت سبورت هنتعرف فيها على سم نيو فوكابلوري هنتعرف على كلمات جديدة سم نيو ديفينيشن نبدأ مع بعض بالنيو فوكابل نبصوا مع بعض كده ول طبعا عرفينوا الصوف ول طولز ادوات طولز سبيكتاترز مشاهدين او متفرجين سبيكتاترز اولمبيك جيمز بطولة العاب الاولمبية اولمبيك جيمز ريفري حكم حكم المباراة ريفري تقاتير مباراة بطولة عرفين قاييرو مباراة يوم حكم المباراة الثاني مباراة مباراة جيمز بطولة عرفين تقاتير ما هو المباراة قطع تقاتير اسم 네ي راكت مضرب راكت لذر الگلد لذر رابر مطاط رابر راكت مضرب مدرب نحتاج بالتنس مدATHER انا شايف صاروخ في الفضاء يبقى ده المختلف بين راكت و راكت سيميلر تو and the same as زيس كار اس سيميلر تو ماي كار سيميلر تو بتدي معنى بنقول عليه تشابه جزئي تشابه جزئي يعني مش الحاكتين مش ايدنتيكال مش متطبقين بالظبط اما اقول زيس كار اس سيميلر تو ماي كار العربية دي شابه عربيتي زيس شيرت اس سيم از ماين الاميز ده هو نفس الاميز بتاعي طب ايه الفرق بين سيميلر تو زيسيم از سيميلر تو بتدي زي ما قلت تشابه جزئي لكن زيسيم نفس الشيء يبقى ده بنقول عليه تطابق كلي يعني هو نفس الاميز بالظبط كلمة اندور داخل المنزل بيجي بعديها نون بتساوي ايكوالز اندورز فيه كمان او الدور بلاس نون ايكوالز بتساوي او الدورز بتاعي نشوف ايكوالز فوتبول is an outdoor sport خد تبقى ذاكي جدا وانت بتحل سؤال زي ده لا مايقولك فوتبول is an outdoor ولا outdoors sport طالما جاي بعديها نون يبقى او الدور بس من غير اس لكن شوف الجملة اللي جاية كده it was raining so we stayed indoors طب ايه الفرق هنا ان اندورز is an adverb ده زرف فجاي في اخر الجملة ومش جاي بعديه نون لكن لو تاخد بالك هتلاقي ان outdoor من غير الاس طبعا جاي بعديها نون لكن in doors او outdoors اللي اتنين دول adverb الظروف ما بيجيش بعديهم نون two adjective two plus infinitive two adjective z the tea is too hot to drink the tea is so hot that i can't drink i can't drink it ايه الفرق في المعنى هو المعنى واحد هو كل الموضوع ان بستخدم so, that او two, two اللي اتنين بمعنى جدا يعني two, two معناها جدا لدرجة الا يمكن لكن so, that معناها جدا لدرجة الا فبحتاج بعديها نفع يعني المثالين دول بيصووا بعض لما قلت the tea is too hot to drink معناها ان الشاي مش قدرى نشربه نفس الكلام لو قلت the tea is so hot that i can't drink it برضو نفس المعنى ان الشاي سخني جدا مقدرى نشربه هي كل موضوع ان انا بجيب two, two او so صفة that اه عندنا كمان في الانجوج نوت although and despite ايه الفرق بين although and despite الاتنين بستخدمهم for contrast للتناقض بس الموضوع كل الفرق ان although بيجي بعدها جملة كاملة و despite بيجي بعدها noun اسم او verb ing يعني لو قلت مثلا although it was as raining heavily بالرغم ان الجو كان بيمطر بالغزارة علي wind to the club طيب لو انا هقولها despite اقول despite the heavy rain بالرغم ان المطر الغزير علي wind to the club طيب حد يقول لي طيب ما انا ممكن اقول يا بيستر despite raining heavily اخليها adverb مفيش مشكلة هتبقى صح برضو هو دي بتحتاجها يعني ايه some more advanced skills لازم تبقى مهارات عالية عندك ان انت تعرف تحول النون ال verb او تحول ال verb لنون وتحول ال adjective لل adverb لازم تحول الصفة للظرف يعني ان عندي انا عملتها كده قلت despite the heavy rain انت عايز تقول despite raining مفيش مشكلة بس حول بقى heavy ل heavily اقول despite raining heavily هنشوف امثلة تالي الوقت شفر راتح الحاجات دي refer to and refree refer to طبعا يعني يشير الى the verb what does this word refer to لكن refree قلنا حكم the refree gave the red card to the player when self respect when self respect when self respect ان بيكسب احترام نفسه او احترام ذاته يعني يكسب احترام نفسه when someone does something very well بيعمل حاجه بالطريقة جيدة او when you respect others you feel that you win self respect بتحس عادة ان انت بتكسب احترام نفسك يعني المثال ده بيقول although he lost the match he won his self respect بالرغم انه خسر المتش هو كسب احترامه لذاته expert على فكرة اللي هي خبيب بيجي بعدها on او in او at اي حرف وجر من دول بيجي بعدها فعل مثبت he no longer he doesn't smoke بس الفارق بينهم ان no longer بيجي بعدها فعل مثبت he no longer smoke بيجي بعدها فعل مثبت he no longer smoke دي بتساوي he doesn't smoke anymore تعالوا بعد اتكلم على الجرامر النهاردة عندنا في الجرامر حاجة جميلة قوي اسمها التعبير عن الضرورة when i feel obliged اما بحس ان انا مجبر على عمل شيء what can i use استخدم ايه يطرى استخدم must have to has to طب في النفي بتاعها اقول ايه وفي الماضي اقول ايه ده اللي هنشوفه دلوقتي في البرزنت في المضارع we use must have to أو has to في المضارع بعبر عن ضرورة في المضارع must أو have to أو has to هنشح كل حاجة بالتفصيل بس مبدعيا نبصر التابول ده كده في المضارع must و have to و has to في الماضي we use have to وفي الفيوتر will have to تعالوا بقى نشوف مع بعض كده تعالوا اتكلم الاول على must و have to و has to we use must with all pronouns من استخدم must مع كل الضمائر لكن طبعا انتو عارفين امتى باجيب have و امتى باجيب has يعني اقول احمد has to get up early احمد مضطر يسحبت we اقول we have to we have to get up early احنا مضطرين اصحبت يبقى احمد قلت has to we قلنا have to تعالوا نشوف الامثال كده you have to study hard for the exam مونة has to get up early to catch the seven o'clock train we must pay our rules our parents لازم نطيع والي دايما قلنا had to بنستخدمها في الماضي yesterday i was late for school مبارع كنت متاخر عمدرسة so i had to take a taxi our grandparents had to write camels اجدادنا كانوا بيضطروا يركبوا جمال يعني ما كانتش فيه موصلات زمان فكانتدي وسيلته لموصلات الوحيدة اما نجي نتكلم على past habit عادة في الماضي بنستخدم had to مرة ثانية في المضارع to express necessity عشان نعبر عن الزام او الضرورة we use must have to او has to في الماضي we use had to بنستخدم had to طيب بالنسبة بقى للفوتر المستقبل will have to in the future في المستقبل we will have to build more hospitals هنضطر نبني مستشفيات اكتر يعني الناس هتكتر هنضطر نبني لهم بيوت ومستشفيات we will have to grow more food for our people برضو هنضطر نزرع طعام اكتر لناس في المستقبل طبعا اتكلمنا الوقتي على necessity تعالوا نتكلم بقى على lack of necessity يعني ايه lack of necessity اللي هو نقص الضرورة مهم قوي ان انا افهم يعني ايه lack of necessity احنا قولنا بنعبر عن الضرورة must and have to علي فكرة must لها نافيين النافي الاول اللي احنا هناخده دلوقتي ده بيعبر عن lack of necessity نقص الضرورة النافي التاني اللي هناخده بعد شوية ده بيعبر عن التحذير warning بحذر حد من حاجة اللي هي تبقى mustn't تعالوا نشوف الاول lack of necessity في present في المضارع نستخدم don't have to don't have to يعني مش مضطر ليس من الضرور انت تعمل كده في الماضي تبقى didn't have to في الفيوتر won't have to يبقى تاني بنعبر عن lack of necessity نقص الضرورة في المضارع don't have to وكل دول طبعا بيجي بعد يوم المصدر في الماضي didn't have to وفي الفيوتر won't have to تعالوا نشوف الاول don't have to doesn't have to قلنا و needn't دي بتساوي it isn't necessary to يعني ليس من الضروري عنه يعني انا عايز اقولك مثلا today is friday النهاردة الجمعة you don't have to get up early you don't have to يبقى انا بشيل من عندك الضرورة دي اقولك you don't have to احمد doesn't have to study احمد مش مضطري زاكر we are on holiday احنا في اجازة مثلا يبقى نقص الضرورة او عدم وجود ضرورة في المضارع زي ما قلنا كده بنعبر عنه don't have to doesn't have to or needn't و دي بتساوي equals it isn't necessary to بقول لحد مثلا you don't have to stay up late at night انت مش مضطري يعني تصهر بالليل you needn't study انت مش محتاج تذاكر we are on holiday طب في الباست قلنا بنجيب didn't have to و دي بتساوي it wasn't necessary to you didn't have to run school انت ما اضطرتش ان انت تجري للمدرسة او ما كانش لازم تجري للمدرسة but mustn't انا قلت نوهت من شوية قلت ان must لا انا فين النافي الاولاني اللي انا شرحته دلوقتي اللي هو الاكوف من نفسي اللي بيعبر عن عدم وجود ضرورة النافي التاني mustn't بتعبر عن التحريم او التحذير يعني مثلا في المترو لو انت شفت مثلا العلامة بتاعت السجارة معمولة على خطأ كده لو حد سألك بقولك what does this sign say يا ترى الاشارة دي معناها ايه تقوله you mustn't smoke المفروض ما تدخنش اما تلاقي مثلا الاشارة حمره او اشارة المرور او يقولك واحد يقولك what does it say الاشارة كده بتقول ايه لازم توقف او you mustn't drive او you mustn't walk المفروض ما تمشيش لو رحت عالبحر كده ببعض الاماكن حتلاقي مكتوب no swimming ممنوع السباحة لو حد قالك what does it mean تقوله you aren't allowed to swim here اللي مش مسموح لك تعوم هنا او you mustn't swim here لاحظوا ان mustn't بتساوي you aren't allowed to يعني انت مش مسموح لك تعمل كذا mustn't قلنا بتساوي you aren't allowed to مش مسموح لك it's banned ممنوع او it's forbidden برضو بمعنى محرم او ممنوع you mustn't smoke in a bus it's forbidden ده قانون طبعا يبقى في سياحة القوانين والنهي بنستخدم must او mustn't تعال شوف المثال ده كده حنتعلم حاجة جميلة قوي انا لو قلت you mustn't park here المفروض ما تركنش العربية هنا دي بتساوي ايه it's not allowed to park here بتساوي مش مسموح ان انت تركن هنا او it's against the law ضد القانون to park here it's forbidden ممنوع برضو to park here it's prohibited ممنوع to park here كل ده بمعنى واحد يبقى دي كلها حاجات equals mustn't بتساوي mustn't يعني ممكن تجيلي في سؤال الright يعني يقول لي مثلا you mustn't smoke here مفروض ما تدخنش هنا يقول لي استخدم كلمة allowed you aren't allowed to مش مسموح لك to smoke here تعا نشوف ما بعد كده اسئلة الright زي ما انا قلتلك بالذات على الجزئية دي مهم او ان انا افهمها تمامها it's necessary for احمد to work hard to save more money ضروري بالنسبة لا احمد يشتغل بجده عشان يحوش فلوس تمام انا طالب مني ايه طرح you requested to use must طالب منك تستخدم must نفكر كده مع بعض طيب لازم ابقى فاهم the structure بتاع الجملة هنا must هيبقى بليها الفاعل يا طرح الفاعل هنا ايه هو مين اللي لازم يعمل بجده احمد يبقى هبدأ بأحمد اقول احمد must work hard to save more men it wasn't necessary for him to buy a new watch مش مكانش ضروري ان هو يشتري ساعة جديدة يعني ما كانش مضطر لكده اما اجا استخدم he هبدأ بهي او الايه he didn't have to buy a new watch طب ماينفعش يا مستر اقولها he doesn't have to لا الجملة في الماضي لو انت بصيت في الجملة في الاول حتلاقي مكتوب wasn't ده ماضي ماضي بقى لازم it wasn't necessary بتساوي didn't have to لو قلت it's necessary for them to arrive early عايز استخدم a must هو ايه امست دي خلي بالكم كلمة a must معناها ضرورة اما اجا اقولها اقولها ازاي اقول it's a must for them to arrive early ضرورة بالنسبة لهم ان هما يوصلوا بدري it's a must for them to arrive early عايز اوريك انا بس سؤال روايات كده اكتب لك سؤال رواياتي علشان الموضوع يبقى ثابت في دماغي اما اجا اقول it is necessary عايزين تططق necessary او necessary for عمر to to do his homework ضروري ان عمر يعمل ال homework بتاع تمام وطلب منك ان انت تستخدم has to حتى لو كتبها has على فكرة مهم او ان انا ابقى فاهم يعني هو لو كتبها has انا هخلاها has to كتب لو هو حتى عكاسب جملة كايب لي الجملة بhas to لازم ابقى عارم برضو زي حاستخدمها هنا it is necessary for عمر انا طبعا it is necessary بتساوي has to هنا فحنبدأ بقى بعمر نقول عمر has to وكمل جملتي حاجي جدا has to do his homework عمر لازم يعمل وجب بتاعه يبقى it's necessary بتساوي has to it's necessary for طب فور عمر طب لو هو شال كلمة فور عمر دي لو الجملة مفيش فيها الشخص مثلا فور احمد فور محمد فور هير فور سالما فور سارا وانسون اعمل ايه ساعات هحدى بيو يعني لو شلت فور عمر دي اقول you have to you have to do your homework تعينا نكمل اسئلة بتاعتنا do they have to sell the car المرة دي بقى حنتكلم على السؤال ازاي بنشتغل على السؤال في الريت do they have to sell the car هل هم مضطرين يبيعوا العربية هل هم مضطرين يبيعوا العربية هل ضروري بالنسبة لهم انهم يبيعوا العربية هي مبقتش تتفرج على التلفزيون هي مبقتش تتفرج على التلفزيون لما اجا عبر عن العادة في الماضي عموما ممكن استخدم used to plus infinitive used to زاد المزدر وممكن على فكرة ارجع اجيب no longer وبعديها verb في present symbol فعلي في المدارع البسيط وممكن كمان اجيب verb negative فعلي منفي في المدارع طبعا الفعلي منفي ده في المدارع يعني هيبقى don't او doesn't plus infinitive وبعديها المزدر ونجيب في الاخر any more any more او any longer تمام؟ عايزين نفهمها بعض بس كده بالراحة دي كلها طرق بعبر بيها عن past habit عادة في الماضي على فكرة used to زاد المزدر او no longer او no longer وبعدها verb في present symbol مزبت وثالث حاجة any more بس any more بيقابلها فعلي منفي طيب عايزين ناخد مثال على الحكاية دي لو قلت عايز اكتب مثال بس نشوفه ازاي هنستخدم فيه الثلاث الثلاث جزئيات دي لو قلت she used to play play تنس هي كانت معتادة على لعب التنس لاحظوا ان انا جبت used to وبعدها play فعلي في الماضي طيب لو انا عايز استخدم في الجملة دي no longer لو طالب منك تسادي no longer تقولها ازاي تقول she no longer plays she no longer plays تنس يعني ما عادتش بتلعب تنس she no longer plays بس جبت بعد انه no longer فعلي عادي جدا في المضارحة البسيطة طيب لنفرض ان هو طالب مني اجيب any more او any longer انا لسه كتب لك من شوية قلتلك any more او any longer دي بيبقى بلاع فعلي منفي ارعي لها ازاي اقول she doesn't she doesn't play تنس ما بقيتش تلعب تنس any more او any longer انا عايزك تاخد بالك من الفرق بين الثلاث جمل كده used to وبعديها play فعلي في المصدر no longer وجاي بعديها plays فعلي في المضارحة البسيطة المثبت any more وجاي قبليها فعلي منفي doesn't play كده فعلي منفي تمام؟ تعالوا نرجع بقى للاسئلة بتاعتنا هتبقى الاجابة طبعا طالما في طالب any يبقى هلازم انفي الفعل يبقى she doesn't watch tv any more واوكل على فكرة تبقى any longer she doesn't watch tv any more it's obligatory to fill in the form يعني الزامي ان انت تملى الاستمارة لو انا طالب مني هنا يا طارق استخدم ايه؟ لو طالب مني استخدم برضو هنتكلم عن ضرورة ان انا هحزف كلمة it's obligatory وحبدأ بالفعل طالما ما فيش فعل في الجملة حبدأ ب you هعتبر ان دي instructions وحبدأ ب you اقول ايه يا طارق اقول you have to fill in the form انت لازم تملى الاستمارة you have to fill in the form تعالوا نشوف السؤال البعدي you choose the correct answer I don't take a taxi because احمد will give me a lift have to mustn't don't have to or must انا مش مضطر اخد تاكسي لان احمد يبقى ايه i don't have to انا مش مضطر وده اللي احنا شرحناه من شوية قلنا اسمه lack of necessity نقص الضرورة او عدم وجود ضرورة dear friends اعزان اطالب الطلابات الصف الثالث today we discussed نقشنا مع بعض النهاردة unit 7 اتعرفنا فيها على some new definition some new vocabulary شوفنا كمان language نوت 0 او الكلمات المهمة اتعلمنا فيها structure جديد اللي هو expressing necessity عدم وجود ضرورة dear friends i enjoyed being with you today thank you for watching and see you next time شكرا